موسيقى موسيقى حياكم الله أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمور حياتنا برنامج نتناول فيه سر صلاح الإنسان في هذه الدنيا وسر صلاح الدنيا مع هذا الإنسان البذل والعطاء هناك ما هو له سبب وهناك ما ليس له سبب هناك ما هو ابتداء وهناك ما لم يكن إلا عن سؤال وعن طلب ما هو الأكمل وكيف يكون هذا ما نتناوله معنا فاصل ثم نعود لكم بعد قليل موسيقى حياكم الله مواتا أخرى قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين البذل والعطاء إما عن سؤال وطلب وإما أن لا يكون عن سؤال وطلب وهو الابتدائي الطلب البذل الابتدائي قد تكلمنا عليه وقد أشبعناه لكن ما هو البذل الذي يكون عن سؤال وعن طلب هذا له شروط لا بد أن نعتبرها في الطالب وفي المطلوب في السائر وفي المسؤول الذي جاء يعرض حاجته لا بد له من شروط تتوافر فيه والذي تعرض عنده الحاجة لا بد له من شروط تتوافر فيه حتى يتم البذل ويكون البذل في موضعه أما الشروط التي في السائل وفي الطالب فثلاثة الأول أن يكون السؤال والطلب لسبب والطلب لموجب فإذا كان لضرورة ارتفع عنه الحرج وسقط عنه اللون لا يأتي يسأل دون ما حاجه هناك حاجة نزلت فيأتي ويطلب هناك حاج قد وقع فيأتي ويطلب ويقدم يقول بعضهم الضرورة توقح الصورة خلاص نزلت بك الضرورة ونزلت بك المصيبة ليس هذا مكان تعفو فيه الآن وتحفظ صورتك وتحفظ مكانتك للأسف الضرورة هذا حالها أنها توقح الصورة وتجعلك تسوق وجهك عند الناس وتقدمه هذا هو حال الضرورة إن نزلت يقول أحد الشعراء ألا قبح الله الضرورة إنها تكلف أعلى الخلق أدنى الخلائق ولله دور الاتساع فإنه يبين فضل السبق من غير سابق يقول الاتساع السعة الذي يوسع الله عليه في ماله وكذا يجعله يبين فضله ويأتيه الخير بسبب ما وسع الله عليه فالأمر كله إلى الله يقول أحدهم إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فلا رأي للمضطر إلا ركوبها نزلت بك الضرورة ليس هذا وقت تعفظ نزلت بك الحاجة ليس هذا وقت أن تصون نفسك لا الآن لا بد أن تقدم ولا بد أن تسعى وسيأتيك إن شاء الله زمان تؤدي حقوق الناس إلى الناس فإن انتفعت هذه الضرورة ودعت الحاجة فيما هو أولى الأمرين أن يكون وإن جاز أن لا يكون فالنفس المسامحة تغلب الحاجة وتسمح في الطلب وتراعي ما استقام به الحال وانتظم به الأمر وإن نالته بذلة ولحقها وهن ويتأول لصاحبها كما قال الشاعر وربما كان مكروه الأمور إلى محبوبها سببا ما مثله سببه هناك ضرورة والضرورة لا بد أن يسوق الإنسان وجهه لكن هناك نزلت بك حاجة لكنها ليست إلى حد الضرورة بل هي أقل من ذلك فمثل هذا إن طلبت لك مسوره لكنها ليست مثل ما يرفع الحاجة عن الإنسان الذي نزلت به الضرورة لكن النفس الشريفة والنفس الأبية والنفس التي تطمح إلى المعالي تطلب الصيانة ولا تذهب إلى فلان وفلان بل تنزه نفسها وتحتمل من الضرورة ما احتملت فهو يتحمل المضارة على نفسه ولا يرضى أن يسوق نفسه عند فلان وعند فلان ومن الشدة ما أطاقت بأن يتحملها ليبقى تجملها ويدوم تصونها فتكون كما يقول الشاعر رأوا بزتي فقضوا أنني من المال في ثروة مثرية فقلت لهم ليس ما قستموا سواء لدى العدل والتسوية وقد يكتسي المرء خز الثياب ومن دونها حالة مضنية كمن يكتسي خده حمرة وعلتها ورام فيها هذا الذي يصون نفسه من الناس الذي يلبس الملابس الحسنة يلبس الهدام الحسن يسعى أن يكون مكانته عند الناس جيدة وصورته جيدة وهو في درجة الفقر يعني ليس في درجة الإثار وبعض الناس فقط إن رأى لبسك حسن ورأى مكانتك حسن ظن أنك من أغنى الأغنية وهذا لا يكون وليس في الموضع الصحيح بل الإنسان يظهر يظهر فضائل الله التي أعطاه الله إياها صولا لنفسه عن أن يقع في مهانة لا يكتسي الملابس التي لا تحسن حتى يظهر فاقته ويظهر حاجته للناس فهذا الشاعر عندما يقول رأوا بزتي يقول رأوا لباسي فقضوا أنني من المال في ثربة مثلية يقول عندما رأوا ملابسي ظنوا أني ما شاء الله من أغنى الأغنية فقلت لهم ليس ما قستمي يعني هذا قياسكم ليس بصحيح سواء لدى العدل والتسوية وقد يكتسي الموء خز الثياب يقول قد يلبس أحدهم الحير ومن دونها حالة مضنية يقول يلبسوا الملابس الحسن حتى يظهر أمام الناس لا يظهر بصورة الضعيف المستضعف كمن يكتسي خده حمرة يقول مثل الذي تراه وجهه كأنه مورد فتظن أن فيه الخير وتظن أن فيه كل شيء وهو يقول وعلته ورم فريئة وعنده مرض في صدره وهذا كانت علامتهم الورم الذي فريئة تجد الخدين محمرين فيظن أحدهم عندما يراك يقول ما شاء الله من النعمة ومن العافية لا هذا لا يكون فهذا أظهر شيئا حتى يتجلد أمام الناس ولا ينزل نفسه منزلة لا تليق ولا يرى ذلك أن يتدنس بمطالب الشعوم الذي هو صاحب النفس الأبية لا تأتي عند فلان وعند فلان لا تسق وجهك لكل شيء الضرورة لها مكانتها لكن من الناس من تجده دائما عند فلان يسأل وعند فلان يسأل وعند فلان يسأل هذا عيب هذا إن لم يكن هذا عيب فليس هناك عيب لأن كثرة أن تسوق نفسك في حاجة تليق وفي حاجة لا تليق هذا مما لا يحسن يقول أحدهم وليس الليث من جوع بغاد على جيف تحيط بها كلاب يقول الأسد محما كان ضعيفا جائعا محتاجا لا تجده يذهب إلى الجيفة التي يلتف حلها الكلاب لا يصيد الصيد بنفسه فيكون في مكانته وفي عزته فكيف بالإنسان الذي هو مجمع الفضائل وهو أكرم من جميع هذه البهائن ونفسه أشرف ومكانته أشرق هل يحسن به أن يكون كما هو من سقط المتاع الذي لا يلتفت إليه هذا لا يليق يقول الشاعر على كل حال يأكل المرء زاده على البؤس والضراء والحدثان ستأكل زادك وستأكل لقمتك على حالتك فاحفظها واحفظ كرامتك والفضل في مثل هذا ما قاله بعض الزهاد لو سألت جارك لا أعطاك فقال والله ما أسأل الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها كان فقيرا فجاره غني فقيل له اسأله لعله يعطيك فقال أبدا أنا أقول ما سألت الدنيا من الله أنا فقط أسأل الآخرة فأسأل الدنيا من لا يملكها ووصف أحد الشعراء فقال إذا افتقوا أغضوا على الضو حسبة وإن أيسوا عادوا سواعا إلى الفقر يعودنا سواعا إلى الفقر لكفاة البذل الحديث في هذا يطول نستكمل في الحلقة القادمة إلى لقاء آخر والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة